تربيه المدنية تربيه المدنية تربيه المدنية البلدية هي القاعدة الأساسية في التقسيم الإداري الجزائري الاقتراع هو التصويت السري العام أو الانتخاب بالتصويت السري الأولى عبارة خاطئة بل خمس سنوات تنتخب المجالس الشعبية لمدة خمس سنوات يتراوح عدد أعضاء المجالس الشعبي البلدي ما بين 7 إلى 26 عضو صحيح هذه العبارة صحيحة العبارة الثالثة تلعب المجالس المتخابة دورا في تحقيق التنمية الاجتماعية فقط خطأ هذه العبارة خاطئة بل في جميع المجالات تلعب دورا في جميع المجالات تلعب المجالس المتخبة دورا في تحقيق التنمية الاجتماعية أو العبارة الرابعة الآن العبارة الرابعة نعم العبارة الرابعة ينتخب نواب المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر السري صحيح العبارة صحيح طيب تمنين لبعده أهمية المجالس المنتخبة يشكل إطارا للتعبير عن الديمقراطية يمثل قاعدة لا مركزية السهر على مصالح السكان تمكن من مشاركة المواطنين في تسيير شؤونه مجلس الشعبي الوطني مدته خمس سنوات أعضاؤه 462 عضو الاقتراع المباشر السري المجلس الشعبي الولائي خمس سنوات من 35 إلى 55 عضو الاقتراع المباشر السري المجلس الشعبي البلدي خمس سنوات من 7 إلى 26 عضو الاقتراع المباشر السري يتم تحديد عدد أعضاء المجلس المتخبة حسب عدد السكان معناه عنده علاقة بعدد السكان طيب نشوفه النموذج الثاني تلمني الأول عرف ما يلي عرف الولاية البرلمان المجالس المنتخبة أجب بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ المجالس المنتخبة هي مؤسسة ديمقراطية تنتخب لمدة خمس سنوات يعود سبب اختلاف عدد أعضاء المجالس المنتخبة لعدد السكان ينتخب أعضاء المجالس الشعبي الولائي عن طريق الاقتراع العام الغير المباشر يقدر عدد أعضاء المجالس الشعبي الوطني بال450 عضو أبرز الفرق بين المجالس المنتخبة بملء الجدول التالي 462 عضو المستوى البلدي 35 إلى 55 عضو تنشيط السياحة تمثل السلطة التشريعية أعضاؤهما بين 27 و 26 عضو جدول نضع كل عبارة في مكانها المناسب إربط بسهم بين المجالس ومهامها المجلس الشعبي الوطني المجلس الشعبي الولائي المجلس الشعبي البلدي حماية التراث يمارس وظيفة الرقابة إنجاز مؤسسات التعليم طيب الحل الولاية هي مقاطعة إدارية من الوطن لها هيئتان هما الوالي والمجلس الشعبي الولائي البرلمان هو الهيئة التشريعية في البلاد المجالس المنتخبة عبارة عن مجالس تتكون من نواب ينتخبهم الشعب لمدة خمس سنوات العبارات إذن العبارة الأولى صحيح والعبارة الثانية صحيح المجالس المنتخبة هي مؤسسة ديمقراطية تتخب لمدة خمس سنوات صحيح يعود سبب اختلاف عدد أعضاء المجالس المنتخبة لعدد السكان صحيح ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الولائي عن طريق الاقتراع العام الغير المباشر هذا خطأ عبارة خاطئة بل الاقتراع العام المباشر وسري طيب يقدر عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني ربعمائة وخمسين لا خطأ ربعمائة واثنين وستين عضو طيب المجلس الشعبي الوطني تمثل السلطة التشريعية ربعمائة واثنين وستين عضو المجلس الشعبي الولائي تنشيط السياحة خمسة وثلاثين إلى خيض خمسة وخمسين عضو المجلس الشعبي البلدي المستوى البلدي من 7 إلى 26 عضو المجلس الشعبي الوطني يمارس وظيفة الرقابة المجلس الشعبي الولائي إنجاز مؤسسات التعليم المجلس الشعبي البلدي حماية التراث حماية التراث طيب نزيد نشوف نموذج آخر في التربية المدنية فروض الفصل الثاني طيب أصبح العالم الواسع الأرجاء قرية صغيرة بفعل وسائل الإعلام والتواصل المطلوب عرف شبك التواصل الاجتماعي صنف في الجدول الموالي أنواع وسائل الإعلام والاتصال الصحف المذيعة الكتاب الخطابة المجالات الندوات التلفاز والأنترنت سمعية بصرية مكتوبة مباشرة حرية التعبير حق لديه أهمية كبيرة في المجتمع مقيد بشروط عرف حرية التعبير اربط بسهم بين ضوابط والأهمية لحرية التعبير ضوابط والأهمية تعتبر مصدر للحصول على المعلومات التي تؤدي إلى تسريب أسرار الدولة عدم التحريض على العنف تبادل الأفكار جزء لا يتجزأ من كرامة الإنسان عدم الاعتداء على المصلحة العامة الجزء الثاني لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة وحرمة شرفه ويحميها القانون المدستو ربعي من الدستور يمكن استغلال ثلث المواقع في الأعمال المفيدة فهي تساعد على طلب العلم ونشرها الكتاب المدرسة من خلال السنة دات مدرسة اكتب فقرام 12 السطر تجيب فيها زميلك مستعينا بأمثلة من الواقع شبك التواصل الاجتماعي هي مجموعة من التطبيقات تتيح التواصل والتفاعل بين الناس ومشاركة أنشطتهم واهتماماتهم عبر وسائل مختلفة وسائل سمعية بصرية المذيع والتلفاز والأنترنت وسائل إعلام مكتوبة الكتاب الصحيفة والمجلات وسائل إعلام المباشرة الخطابة والندوات تعريف حرية تعبير هي قدرة الشخص على التعبير عن أرائه وأفكاره ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أن تتدخل دون أي تدخل وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة تعتبر مصدر للحصول على المعلومات هذه أهمية حرية التعبير ألا تؤدي إلى تسريب أسرار الدولة ضوابط حرية التعبير عدم التحريض على العنف ضوابط حرية التعبير تبادل الأفكار أهمية حرية التعبير جزء لا يتجزأ من كرامة الإنسان حرية التعبير عدم الاعتداء على المصلحة العامة هذه من ضوابط حرية التعبير طيب نزلقوا نشوفوا نموذج آخر نموذج عرف ما يلي عرف المسؤولية حدد نتائج تحمل الإنسان لمسؤولية أعماله صنف العبارات الأتية في جدول الحريات والمسؤولية إثبات مصدر الخبر المشاركة في الانتخابات احترام حريات الآخرين تربية الأبناء مواقع التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين إشرح هذه العبارة حدد ثلاث إيجابية وثلاث سلبية لهذه المواقع أجزء الذاني دار نقاش بين شخصين حول حرية التعبير حيث اتفق في تعريفها على أنها اختلاف في أبرز أهميتها فطلب منك المساعدة سند الأول تنتهي حرية الإنسان عندما تبدأ حرية الآخرين تؤدي حرية التعبير إلى نشر المعارف والربط بين الأشخاص إذا حسن استعمالها اعتمداً على السندين وعلى ما درست اكتب فقرة تحدد من خلالها مفهوم حرية التعبير وشروطها وأهميتها طيب نشوفوا الحل المسؤولية هي شعور يتحلى به الفرد حيث يتحمل نتائج أعماله حدد نتائج تحمل الإنسان لمسؤوليته بناء مجتمع متماسك تحمل الأشخاص نتيجة أعمالهم طيب الحريات الرعاية الصحية المشاركة في الانتخابات المسؤوليات العمل بأجر احترام حريات الآخرين طيب مواقع التواصل الاجتماعي هي عبارة عن مواقع إلكترونية على شبكة الأنترنت الإيجابية التاحة الإعلام والاتصال الاستثمار والإعلام التعارف السلبيات انعدام المستقية الإدمان يؤدي إلى أمراض كثيرة مثل العامة استعمال الأطفال دون سنة 18 سن للأنترنت دون مراقبة الأولية يكتب وضعية حول التعبير حرية التعبير وأهميتها في الأخير بارك الله فيكم لا تبخلوا علينا بإعجاب وجامل الفيديو كذلك الاشتراك في قناة وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر